تاعات من الأقوال والأعمال إنما هي واجبة بأمر الله تعالى الشرعي وبمحبتي لهذه التاعات وردائه تعالى كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم وهذه التاعات كذلك بإلمه تعالى بمشيئته وقضائه وقدره وذلك لأن الله تعالى ألم آمال الإباد كلها وشاءها وقضاها وقدرها ولولا أن الله تعالى قدرها وقضاها ما وجدت فإنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته تعالى وقدره وقد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يشكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أنه يناول فقتل فم جمعوني وبدأت أهل تغلبت أن يشاء الله فإنه لا يشاء الله حتى أن يشاء الله وما زلتجه وما أجب سأتسلم أجب أن يشاء الله وأجب أن أجب أنه اشتركوا في القناة 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 فانا اكثر المشايخ اتبوا قايدة الذي يقال خالف تعرف فاذا اردت ان تعرف حاول ان تعرف بما تخمد عليه في دنيا والاخرة اما ان تخالف الناس انادا وجهودا وغدا تحمل وزرك فهذه معسية ادعو الناس جميعا ان يتركوه وانت الذي تقرأ قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والادوان فانت لم تحمل الناس الى البر ولا الى التقوى جعلتهم يأكل يوم السيام وجعلتهم يسوم يوم الاكل اين هذه مؤاكسات مع النصوص يا اخي فحاول جدا ان تتعامل مع النصوص وتكون انسان ورعا تقيا متوادعا تتبع غيرك ولا تقبل ان تكون متبوعا لا تابعا اين وكاذن ان يتركوه انت عندما تكون وبر وانت کا بنا انтесь انهم اشعروا كنت انهم اولادة اتقا لديهم يوم الناس يعني انهم الموت يوم انهم انهم اشعروا اعطاء الجميع لا تطع ذلك لو انهم اشعروا انهم هناك منگز الموت انهم اتقا لديهم انهم انهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر